السلام عليكم الرحمة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا حصلت الضحايا في شمال غرب سوريا حتى اليوم وصل إلى 4377 ضحية وعدد الجرحة إلى 7692 بلغ عدد الأبنية المدمرة بشكل كلي 1764 وبلغ عدد الأبنية المدمرة بشكل جزئي 5771 ويزيد عدد العائلات المتضررة من هذا الزلزال عن 11 ألف عائلة باتوا بلا مأوى في شمال غرب سوريا عدد الضحايا السوريين الذين قضوا بتركيا حتى الآن بلغ 1137 وتم إدخالهم للدفن في سوريا نسبة الدمار في المناطق المحررة بلغ 85% بالنسبة لإدعاءات الأمم المتحدة بأن المعارضة تمنع وصول المساعدات فهي باطلة ومرفوضة وعارية عن الصحة ولا يمكن للمعارضة السورية أن تمنع وصول المساعدات لشمال غرب سوريا ونطالب بسحب هذا التصريح فورا والاعتدار لا يكفي خاصة أن تقاعس الأمم المتحدة تسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية ويجب تصحيح الإخفاقات في شمال غرب سوريا من قبل الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن ونطالب بإدخال مساعدات من كافة المعابر مع الحدود التركية ولا يجب أن يكون ملف الإنسان رهنة لقرارات مجلس الأمن حيث أنه لم يدخل حتى الآن من قبل الأمم المتحدة سوى عشر شاحنات علما أن هذه القافلة مجدولة قبل وقوع الزلزال نرحب بإعلان عشر دول أوروبية استعدادها لإرسال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الآلية الأوروبية ونطلب بتطوير هذه الآلية لتشمل كافة المعابر دون رجوع إلى مجلس الأمن بالنسبة للمساعدات التي دخلت والتي لم تغطي حتى عشر بالمئة من الاحتياجات في شمال غرب سوريا فقد وصل اليوم وفد من الهلال الأحمر القطري إلى شمال غرب سوريا كما دخلت 16 شاحنة من المملكة العربية السعودية وأيضا دخلت قافلة مساعدات قطرية من عشر شاحنات عبر معبر باب الهوى وأدخلت منظمة الإيهاها التركية أربع شاحنات من الطحين والألبسة والخبز كما يوجد قافلة من 75 سيارة من القبائر والعشائر من أهلنا في دير الزور وشرق الفرات تستعد للدخول إلى مناطق شمال غرب سوريا ونؤكد أن الأجواء التركية والمعبر السورية مع تركيا مفتوحة أمام كل من يريد إيصال المساعدات للسوريين في شمال غرب سوريا حتى لا يكون الموضوع ذريعة للتقاعص عن إيصال المساعدات لمحتاجيها فمن يريد تقديم المساعدة لا يعدم الوسيلة ولا يسعى لتحقيق مكتسبات سياسية بالنسبة للإحتياجات العاجلة في شمال غرب سوريا يوجد 66 ملجأ مؤقت فقط كان عدد النازحين القدامى الموجودين في هذه الملاجئ 15 ألف وستة من أهلنا السوريين بعد الزلزال لجأ إليها 26 ألف وخمسمية واثنين وعشرين يحتاجون للملاجئ وهذا أكبر بكثير من قدرة الاستيعاب نحن بحاجة إلى 6.631 مدفأة و53.044 وجبة طعام يوميا و1.989.300 لتر وقود لمدة شهر كامل النظام الصحي في شمال غرب سوريا منهار وفرق الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف والمؤسسات استنزفت بشكل كامل ونطالب بدخول المساعدات لشمال غرب سوريا من ثلاثة معابر حدودية فورا ودون تأخير وبعيدا عن تصفية الحسابات السياسية بالنسبة لأهدنا السوريين في المدن التركية المنكوبة وموضوع إذن السفر وما يتعلق بهذا الموضوع والتنقل وبعد تواصلنا مع الجهات التركية تم تعليق العمل بإذن السفر لكل الولايات ما عدا اسطنبول على السوريين الواصلين لولايات جديدة تسجيل أنفسهم لدى إدارة الهجرة للحصول على إذن سفر لمدة ثلاثة أشهر والتقديم على بدل فاقد عن بطاقة الحماية المؤقتة في حال فقدها معبر باب الهواء وتل أبيض للمناطق المحررة مفتوحان لدخول السوريين دون إذن دخول بشرط أن لا تقل مدة الإقامة في سوريا عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر باستثناء معبر باب السلامة يحتاج لإذن دخول حتى الآن والسلام عليكم الرحمة للضحايا وشفاء العاجل للجرحة ترجمة نانسي قنقر